بمجرد وصولهم إلى باب الدخول يجد الزبائن موزعا للسائل المعقم يتبع ذلك قياس درجة الحرارة وتطهير الأمتعة مالك هذا المأوى الواقع على بعد 20 كم من مدينة فاس يحرصون على احترام التدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا من بين هذه التدابير هناك قياس يومي لدرجة حرارة الزوار والمستخدمين إلزامية ارتداء الكمامة تعقيم الفضاء المشتركة عدة مرات في اليوم واحترام التباعد الاجتماعي في كل مرافق المؤسسة رغم أن صيف هذا العام متسم بتفشي الفيروس هناك إقبال ملموس لكن يتعين على الإقامات السياحية التقيد بالتدابير الوقائية كتقليص طاقة الاستقبال إلى النصف لضمن مسافة التباعد وتصفية وتطهير مياه المسبح الوجود المتنفس في القرب مدينة فانس يسمحنا باش نخرج ولداتنا وإنسان يحاول يتغلب على هذا الموجهات الحرارة مع الاحترام المجيبات اللي خاصة تكون في الظروف ديال الكوفيد بالنسبة للمصطفين أصبح الأمن الصحي بنفسه أهمية جودة الترحيب وسعر الإقامة عامل جديد يتسبب بالتأكيد في تكاليف مالية جديدة يتحملها مهني القطاع لكنه يمكن الزبائن والمستخدمين من استقبال ومناخ عمل في أفضل الظروف في زمن كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر